فوهات البنادق من خلفهم والطيران فوقهم يغير عليهم لم يترك الاحتلال للناجين من ويلات الحرب وجرائم الإبادة في خان يونس أي طريق آمن للنجاة نحو الجنوب على الرغم من المؤشرات والآمال المعقودة على إمكانية التوصل إلى هدنة جديدة ووقف لإطلاق النار يفر ألاف الفلسطينيين سيرا على الأقدام أو على عربات تجرها الدواب مقتضة بهم بقصد الوصول إلى مدينة رفع مع حالة التصعيد للأعمال العدائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس واحتدام القتال في محيط مستشفى ناصر والأمل المقتضين بالجرحى والنازحين حصار يفرضه جنود الاحتلال على مستشفى الأمل جعل جمعية الهلال الأحمر تعلن عدم قدرتها على نقل الجرحى إلى المستشفى بسبب استمرار إطلاق النار واستهداف قناصة الاحتلال أحد مبانيها التي يحتم بها النازحون وهو ما أكدته الأمم المتحدة وتقول إن فرق الإنقاذ لم يعد بإمكانها الوصول إلى الجرحى في ساحات وركام المباني المهدمة في خان يونس جنوبا وتحديدا رفع التي تعتبر الملاذ الأخير لسكان القطاع يقصف الاحتلال مشارف المدينة غير مبال باكتظاظها بالمدنيين الذي يقدر أعدادهم بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح أي نصف سكان قطاع غزة بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت وضعها كهدف قادم بعد إكمال مهمتهم في خان يونس محمد جريمة تلتة عربي